اتهمت الحكومة اليمنية على لسان وزير خارجيتها خالد اليمان ايران باستغلال جزر غير مأهولة في البحر الاحمر للتهريب وقال اليمان ان الادلة التي رصدها تحالف دعم الشرعية والتقارير التي قدمت الى عدد من الدول الحليفة تكشف ان الايرانيين نفذوا عمليات انزال في جزر قرب الساحل الغربي لليمن وان الميليشيات الحوثية تقوم لاحقا بتهريب ما يجري جلبه الى الداخل اليمني ترجمة نانسي قنقر